خرش يا أحمد أنا مش يصدق نفسي أنا وإنت كده عاديل وسط الناس ليه يعني مش يصدق يا بطة أنت مراطي طب والله العظيم لو قدر أعمل أكتر ما كنت أعمل ربنا يخليك لي يا حبيبي ونعمل كل نفسنا فيه إنا بالحق يا أحمد كان فيه موضوع كده عايز أفتحك فيه أنا يا بطة يعني كانت شغلة أنا كده اتعرضت علي وكنت عايز أنزل شغل؟ شغل يا بطة؟ ليه أنا أولايل أو اللايل؟ اخس علي يا حبيبي اتتعلي سايلي تنتكبيري الناس يحمل أنا بس قلت أنزل يا ساعدك كده وتعرف أبويا ومصاريف علامي ولا ولا يا بطة أنا لو حسيت أننا محتاجين حاجة أنا أتصرف دي كانت شغلنا بسيطة ده محل عبايات فتح عن دستاني بطة طب خلاص بلاش بلاش يعني إيه؟ فهمي أنت كنت بتفكر فإيه لما عملت كده؟ مصلحك لازم أبطيها كانش فيه فرصة قدامي غير كده أعلم أعلم على حسيني؟ يعني إنت كنت أخذني ماتخل ليها قبر صح؟ ماذا؟ ما تحسبهاش كده بيحسبيها مصلحة وعدة كان لازم تقول تعرفني وأنا اللي قولك إيه اللي ينفع يتعمل وإيه اللي ما ينفعش مش تيجي فجأة كده من وراء وبعد ما اصلحت إيه اللي بينك وبين موجا انت تعرفها منين أصلا؟ مش لازم تعرفها عشان خاف عليك ليه؟ هو أنت فهم أني معرفش موجا بتشتعل في إيه؟ يا سيدي تشتعل زي ما تشتغل؟ ملكيش في إيه؟ لا ليه؟ أما دخلك حياتي وقربك من شغلي يبقى ليه ولازم أفهم كل حاجة طلبها معاكي ناكد النهاردة لتي مش كده؟ على فكرة أنت ما ينفعش تتكلم معايا كده خالص واحسب منك كمان ملكيش في إيه؟ طب قول لي يا بو خارس هي رحب أعرف أنت بتشتعل في إيه؟ رحب أقولها ملكيش في إيه؟ مش تعملي كده؟ مش عشاني عشان ما تزعليش ألف هانة ونشافة حقق رويا اللهية منيكة معالون سلطان تستمقيليك أمونة فكرتين بأكلهمك الله يا رحمها ألف رحمة ونور ياخوية تنزل عليها قلي بقى معالو أنت نويت الدينية فلوس قد إيه؟ فلوس إيه يا الله مش لم أعرف أنت هتشغلهم في إيه الأول من الصمحة عملت بصني في كلام كده وما انتش مرسيني على أي حاجة ما قلتلك يا معال من دعلا دا؟ يعلم الشغلانة بعينها أنا أي مصلحة تظهر قدامي باتكل على الله وأستخير وادخل فيها على طول يعني أنت تعتبر الفلوس كده متوزعة في كذا مصلحة عشان لو مصلحة ما زبطتش التانية تشيلها يا سلام عليكو على أفكارك يا أخي يا حج ربيع ربنا يحروسك يا أخي من كل رادي كل كل أمان عشان ربنا أحروسك أنت كمان قولي بقى حج ربيعا الأرباح هيبقى سيستيما إيه؟ صلي على هشفع فيك على السلط والسلم الباكو على 140 جديد يعني 14% في السنة يعني أجعز بانكي فيك يا بلد ما بيطلعهمش وكله بالحلاله بمرض ربنا ولا فوايد ولا حجزات طب و هنتحاسب إزاي أنا وأنت اللي بقى كلمك في دا خلص ما خلص ليك صعفي أنا بقى برزق من وراه يطلع بقى أولاي اللي يطلع كتير دا رزقي ونصيبي ها قلت إيه يا بو أشرف والله أمان هو الكلام حلو بس ما تديني فرصة يومين كده أدوري حكاية في المغور التحليق يا أخي أقول أمين بقى وتوكل على الله وقابل منه الأمين الكلام دا يفضل بيننا الحاجات دي لما تتعرف بتتنظر وهيتلمى علي طوب الأرض وأنا بين وبينك مش عايز أفتع على نفسي فتوحة هم قرشين أختي على قرشين جز أختي وكده قريني اه ماشي حجرة بيه قشي كوي سندك صوحية ايه ايه في حاجة ولا ايه لا بس كونت مش غالي نوم فال تاجي دارتش معك شوية ويلي شاغلك بقى يا نجمة ده انت المفروض ما يبقش في حد فرحة نعدك ده حقيق بس موعيد بقى وتصوير وانا مش اخد هتجودة خالص هيا كل حاجة فأولها كده بعدين هتخذي عالجودة وتتعود عليه انا خايفة يا احمد خايفة قوي ايه اللي بتقول الكلام ده ده انت تقول عملك ضربة طلاش ممكن عشان كده محتاجة اخد وقت اهدى فيه شوية وافكر في كل حاجة عشان دخل عالم جديد وساعات بحس اني عادي وساعات بحس اني متل اغبطة مش عارفة انا حتى مش عارفة اقولي لجوية كل حاجة فأولها بتبقى صعبة هي الطالية نظامها كده بعدين لما بنشوف النتاج بيهون علينا تعبنا بقى وانت بتديتي تشوف النتاج جوه يعني اول طريق النجاح تفتكر متأكد ايه رأيك في اللي فودة عمله في نفسه؟ خيبة وانتعاقل ما تطلعش من عيننا درج باليومية شمتان فيه اه؟ الشمتة بترايح القلب مع ان فودة ده كان معلم كبير وقديم ابن سوق على حق اللي كان تحت ايد فودة ما كانش فيه حد في السوق كله تحت ايده زي كان مصيدر بيخلصت بضعه في الوقت اللي لا نبعمر بيه شاطر لكن هنعمل ايه بقى فلت العرب؟ ولا ايه رأياني؟ ربنا يكفينا شراها يا ستة الكل ولو قلتلك ان انا عايزة ادربك تعمل ايه؟ يا نهار بركة عليا الحرام كنت زبطت السوق زبطة وكنت عاكنين تعد خلية ايامها وكنت زودت الطاق طاقين ولما انت جامد قوي كده معرفتش تسيطر على منطقتك ليه؟ يا ستة الكل سألة على منطقتنا هتلاقي زبونها لما اخذها طفشان من زبون فودة ولا زيه وبيجي الحد عندنا ده غير اني عمري هي باخدت منك بضاعة ورجع من اصباعة ولو قلتلك ان انا حديك ملك فودة اقول لحضرتك تسمي من غير ما تجربي هتلاقييني سداد واعجبك ولو وقعت؟ هتحجب واعط في البيت مش بتندهيني يا ناصرة؟ اه يا حوبة بصي يا اختي اختريني اللون من دول لحسن انا رايحة جاية عليهم طول النعار لما شفايفي باشت اللي رايحك يا حبيبتي ده على حسب زوءك يا بتهي شغلتك ولا مش شغلتك ما تنقيلي واحد منهم ده احلى طبعا لايقى على بشرتك وهادي بس قوليلي من امتى يعني يا ناصرة هادي؟ ايه؟ ايه؟ قلت اجرب ولا انا راحت علي لا طبعا ما قصدش بس انا يا ملساني الدلدل واقولي تجربي يا ناصرة وانتي تقولي لا زهقت يا ختي من قلت لا قلت اجرب زي زي بقية الناس هو حلال ليهم وحرام علي ايه؟ عندك حق كم واحد قفل على نفسه علشان خايف فضل يبرر فشله ونجاح غيره بانه هو اللي صح وهم اللي دايما ماشيين غلط بنستقدر السعاد والهنى وبنفتكر انه مش سهل مفيش اسهل من اننا نعمل اللي احنا عايزينه والحيطة اللي بنيناها بخوفنا وقلقنا لازم نهدها بكلمتين انا مش هخاف تاني ولازم احب نفسي يعني يا بدي يا حب لو كل الباب المقفلين وانتي اللي مقفلها بنفسي ممكن يكون ليها فتحة كل اللي عايزينه اننا نتحرك خطوة لقدامه ونفتحها وما نبصش ورانا تاني ابدا صداي صح انتي بدي جبتين بها دي كلها بنينا ده انا مش بالحاكي في الكلام ما تشغليش بالك يا نصرة الدنيا بتعلم لو ما عملناش بعالمها على رأيي بوخلست هي اللي هتعلم علينا